ملتقى تفكري حول الضبط والحكامة الديمقراطية تنظمه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وأصحاب الاختصاص نلتقي اليوم في افتتاح فعاليات ملتقى الضبط والحكامة الديمقراطية الذي يجمع هيئات الضبط ببلادنا ويمثل عنوان الملتقى فرصة لمساءلة الطبع المؤسسي لهذه هيئات الضبطية في تطلعها المشروع لتحقيق الغاية البنيوية وتجسيد الحكامة الأمذل وتوطيد المعطى الديمقراطي الذي تمثل هذه المؤسسات إحدى ذماره وواحدة من أهم أدوات تدعيمه بما يتطلبه عملها من شفافية وعدل وبما تقره قوانينها المؤسسة من ترتيبات لضبط الحقوق والحريات في مناخ تنافسي نجتمع اليوم في متقل هيئة الضبطية الذي سنستمع خلاله للقائمين على الصفقات والمنظمين للانتخابات والمكلفين بضبط الإعلام والإشهار والنقل والمشرفين على ملفات حقوق الإنسان وما كل هذه المجالات في الحقيقة إلا ضبطا لحقوق الإنسان متعدد الأبعاد في مختلف تجلياته إنسانيته ومواطنته وتصرفه في شؤون حياته وحقوقه الاقتصادية السياسية والاجتماعية وفي كل صفاته مواطناً قارئاً مشاهداً واعلاً اقتصادياً ناخباً مستهلكاً ينتظر الحق والعزل والشفافية من كل هذه القطاعات دور مؤسسات الضبط في الحكامة الديمقاطية ضبط الإعلام تقييم وأفاق ضبط الصفقات العموية عنوين اليوم الأول الذي شهد مداخلات لدكاترة أكد أهمية الموضوع الذي يعتبر أمراً لا مناص منه من أجل تقدم الدولة وضبط الحكامة فيها وسيستمر هذا الملتقى مدة يومين ستتم فيهما مناقشة عدة مواضيع من بينها العملية الانتخابية بموريتانيا حكامة الاتصالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واقع وأفاق تنظيم وضبط الإشهر التجاري الإصلاحات الحالية في مجال الإعلام